أنا الحقيقة كان نفسي في بيراميدز لكن شاءت الأقدار من Modern Future يتفوق في مباراة تقلق فيها الحقيقة جميع لعبي Modern Future وخصوصاً جنش الحقيقة اللي كان لي دور حاسم في حاسم المواجهة بركلات الترجيح يتبقى لنا مباراة آخيرة قبل تحقيق أول لقب في الموسم قد يظن البعض أنها مباراة سهلة من وجهة نظري لا هي هتكون مباراة في منتهى صعوبة أعتقد أنه تخطي Modern Future لعقبة بيراميدز وهي بالتأكيد عقبة مستهلة ولدت عنده دوافع جديدة وأعتقد مباراة بكرة هتكون من الصعوبة بشيء واخد بالك دايما ما بتخافش غير من السهل السهل اللي ممكن تقع فيه في مطب التعايدل زي الجونة واسموحة وشباب له زداد ويونج أفريكنز لكن لما تيجي تتكلم على الصعب لما تيجي تتكلم على أهلي في مواجهة اتحاد جدة أو روا ردز بطل دوري أو بطال أسيا تجد شخصية النادي الأهلي اللي بتمنى وبراهن أنها تكون حضرة في مباراة بكرة قتال حتى آخر لحظة مقدر تماما كم المجهود وكم التعب اللي خدوا لعبة النادي الأهلي في المباراة الأربعة الأخيرة مباراة بالمناسبة معلق المباراة وأنا أسف مش متذكر الاسم يعني لكن معلق مباراة أول مباراة معلق مباراة فيوتشر وبيرامدز للي ما تباعش يمكن حصلت تغييرات كتيرة من فرقة مودرن فيوتشر في بداية المباراة فكنت بسمع طبعا يعني معلق المباراة كان بيكلم على أنه فريق مودرن فيوتشر مرهق جدا لأنه كان بيلعب مع اتحاد العاصمة في كونفيدرالية يوم ستاشر أعتقد وفريق مرهق جدا لأنه كان بيلعب يوم خمستاشر مع فريق سانداونز فريق مرهق جدا جدا احنا من خمستاشر من خمستاشر ديسمبر لعبنا اتحاد جدة في السعودية وطمانتاشر لعبنا في لومينينزي بطل كوبا لبرتادورس في السعودية واثنين وعشرين لعبنا أورا ورادز الياباني بطل دوري أبطال أسيا ومخدناش تمانية واربعين ساعة في رحلة صفر من السعودية للأمارات عشان نلعب أول ماتش قدام سيراميكا تقدر تفهم حجم المعاناة اللي بيعانيها أبطال النادي الأهلي وجهازه الفني والكلام عن ضغط المباريات اللي ما بقاش مجرد استوانا حقيقي مجهود فوق الخارق نتمنى ان شاء الله عندنا فرصة كبيرة بإذن الله بعد ما نحتفل ان احنا ناخد بريك ونرتب أوراقنا ونعيد حساباتنا قبل ما نشوف ما تبقى لنا من بطلات في باقية الموسم عندنا طبعا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري اللي بعد كاس السوبر هيبدأ مرحلة إعداده لبطولة أمم إفريقيا كل التمانيات الطيبة لمنتخبنا أملنا كبير جدا جدا في روي فيتوريا هنسبنا من كل اللي فات ونفتح صفحة جديدة ونتمنى ان شاء الله انه على قل تأدير منتخب مصر يظهر بشخصية البطل البطل اللي رايح ينافس ويحقق لقب بطولة أمم إفريقيا أخبارنا وتفاصيلنا في أستدسة لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة